رجل دخل المسجد في غير أوقات الصلاة انظروا ماذا فعل ردة فعله صدمة الملايين سبحان الله ولكن إذا كنت مسلما ادعمنا بإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو ولا تنسى أن تصلي على النبي في كومنت يحكى أنه كان هناك شاب لا يصلي وكان يشرب الخمر والمسكرات وفي يوم من الأيام أعجب بفتاة وأحبها وهي أيضا أحبت وكانت لا تصلي وعندما أخبرها أنه يريد أن يتزوجها وافقت وقالت له نعم فذهب الشاب لأبيه وقال له أريد أن أخطب فلانا فهل أنت موافق؟ قال له نعم بكل تأكيد أوافق فوالدها رجل صالح وبعد ذلك أخذ أباه وذهب إلى بيت الفتاة لكي يقابلون والد الفتاة ويطلب يدها فقال والد الشاب لولد الفتاة السلام عليكم قال له وعليكم السلام قال والد الشاب أنا سأدخل في الموضوع مباشرة هل أنت موافق على خطوبة ابنتك من ابني؟ قال له نعم بكل تأكيد فأنت رجل صالح وأكيد أن ابنك سيكون مثلك فبدأوا بقراءة الفاتحة وفرح كل من كان في البيت دخلت العروس لكي تقدم لهم المشروبات ومرت سنة على خطوبتهم وبعد ذلك ذهب الشاب والده مرة أخرى إلى والد العروسة لكي يحدد معاد الفرح وكتب الكتاب وبعد ذلك تزوج هذا الشاب من هذه الفتاة وفي ليلة الدخلة قال الشاب لزوجته لا نريد أطفال إلا بعد عامين وكان يعطي لزوجته حبوبا لكي لا تحمل وبعد مرور ثلاثة أشهر اشتاق هذا الشاب للأطفال وقال لزوجته أنه يريد طفلا وأمرها بأن لا تأخذ حبوب منع الحمل مرة أخرى وكل شهر كان ينتظر انقطاع العادة من زوجته ويذهب مصنعا إلى الصيدلية ويشتر اختبار الحمل وللأسف يجد زوجته غير حامل استمر هذا الوضع لمدة سنتين حتى بدأ يشك في نفسه أنه عاقل فذهب إلى دكتور متخصص وقال له بأنه متزوج منذ سنتين تقريبا وأن زوجته لم تحمل وأريد منك أن تكشف علي حتى أعرف هل أنا سليم أم لا قال له الدكتور أريدك أن تعمل لبعض التحاليل الطبية فذهب الشاب إلى معمل التحاليل وقام بعمل التحاليل اللازمة وبعد ذلك أخذ الشاب نتيجة التحاليل وذهب بها إلى الطبيب فعندما نظر إليها الطبيب وقرأها قال له أنت بخير ولا يوجد بك أي شيء وبعد أسبوع تعال مع زوجتك لأقوم بفحص زوجتك أيضا وبعد مرور أسبوع جاء الشاب ومعه زوجته إلى الدكتور فكشف عليها الطبيب ووجدها سليمة أيضا فقال لهم الطبيب أنصحكم بالتوكل على الله والأخل بالأسباب فأنتم لا تعانون من أي مرض أو علة تمنع الحمل فعليكم أن تدعوا الله عز وجل وتطلبوا منه أن يرزقكم فبدأ أقارب هذا الشاب ينصحونه بالدهب إلى الدجالين وغيرهم ولكنه كان يرفض فنصحه أحد أصدقائه الصالحين بأن يصلي في المسجد وأن يذكر الله كثيرا ويصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاقتنع الشاب بكلام صديقه وفي اليوم التالي دخل المسجد في غير وقت الصلاة فرأاه رجل كبير في الزن وقال له تعال يا ولدي ما لأراك في وقت غير الصلاة ووجهك عليه الحزن والهم قال له يا والدي أنا متزوج منذ فترة ولم يرزقني الله سبحانه وتعالى بأطفال ولم أترك طبيبا في العالم إلا وذهبت إليه ولم أجد العلاج فقال الرجل العجوز لهذا الشاب اجلس فأنا سوف أعطيك الدواء وهذا الدواء صعب للغاية ولكن والله تم والله أن فيه الشفاء فقال له ما هو هذا الدواء قال العجوز هو أن تقوم قبل صلة الفجر بساعة أنت وزوجتك وتقسم هذه الساعة إلى نصفين النصف الأول لقيام الليل والنصف الثاني للسغفار فالله عز وجل يقول فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا فذهب هذا الرجل إلى زوجته دعونا نسمع الحوار الذي دار بينهم زوجة العزيزة لأن هذا كلام لا يعز وجل الزوج متى نبدأ؟ الزوجة من اليوم إن شاء الله وفعلا بدأ هذا الرجل وزوجته وبعد مرور خمسة عشر يوم فقط جاءت لهذه المرأة أعراض الحمل ثم ذهب بها زوجها إلى الطبيب وبعد عمل التحارير اللازمة قال الطبيب لهذا الرجل إن زوجتك حامل ففرح هذا الرجل فرحا شديدا وسجد لله عز وجل قال الله تعالى في فضل الاستغفار فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدلكم بأموال وبنينة ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أنا واحدة من الناس عندما كنت أشاهد منشور استغفار كنت استغفر في سر ولا أضع تعليقا حتى قرأت هذه الآية الكريمة قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم استغفر أيها الناس وأكثر من الاستغفار استغفر الله العظيم وأتوب إلي استغفر الله العظيم وأتوب إلي استغفر الله العظيم وأتوب إلي رددوا معي الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لو أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الأعجاب والشارك في القناة ليصلكم من كل جديد إلى اللقاء